العلاقات الأمريكية السعودية واضح إن فيها كثير من الأحاديث والكواليس مش أنا اللي بقول كده ولا حتى بعض المحللين الغربيين وبالأخص في الولايات المتحدة اللي كتبوا في هذا الموضوع ولكن أيضا نهارده الواشنطن بوست ذكرت أنها تقدم وثيقة سرية هي قالت كده وثيقة سرية مصربة عن العلاقات الأمريكية السعودية إحنا يعني عارفين في عجالة كده إن العلاقات دي مرت بأطوار مختلفة طبيعي هناك تحالف استراتيجي ما بين الولايات المتحدة والسعودية فعاد رئيس ترام كانت العلاقات قوية جدا الرئيس بايدن منذ حملاته الانتخابية كان يهاجم السعودي أو يهاجم القيادة السعودي ثم بعد ذلك نتيجة ما حدث في الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر النفط وأيضا بعض المشكلات في المنطقة بدأ الولايات المتحدة تعدل من اتجاة لكن واضح جدا إن الدولة السعودية وكثير من دول الخليج أيضا بدأت تفكر في مسارات هذه العلاقات الاستراتيجية وبدأت تفكر أيضا في تنويع علاقتها الدولية فضوء يعني انطلقها أو توقعها بأن تصير إحدى القوى الاقتصادية العالمية في الفترة المقبلة الوثيقة دي بتتحدث عن إن هناك علاقات يعني دبلوماسية ما بين الدولتين وعادة بيغلف أو تغلف اللغة الدبلوماسية الحديث حول المشكلات اللي بينهم ولكن أحاديث الغرف المغلقة مختلفة يعني من ضمن هذا الكلام إن كان هناك غضبا أمريكيا من قرارات السعودية في إطار منظمة الأوبك الدول المصدرة للنفط يعني اللي بتعتبر السعودية دولة الرئيسة فيها أو الرئيسية فيها من مسألة تخفيض الانتاج كانت الولايات المتحدة دايما عزاهم يزودوا الانتاج في الفترة اللي فاتت ليه؟ عشان ينزل سعر النفط ما هو لما يزيد الانتاج على الطلب يعني هينخفض السعر لكن طبعا هذه الدول لديها حساب اقتصادي وستراتيجية اقتصادية في هذه المسائل وكان سعر النفط نتيجة الحرب في أوكرانيا زاد بدرجة كبيرة جدا وكان أحد الأعباء المفروضة على الدول الغربية والولايات المتحدة وكثير من دول العالمية روسيا تعتبر من الدول المصدرة للنفط فكان طبعا ارتفاع سعر النفط فاد روسيا وسامح لها أيضا بأن تصد النفط بتكاليف منخفضة لبعض الدول الحلفاء يعني كان فيه جدل كبير واحنا في البرنامج هنا اتكلمنا عنه كتير في المقابل السعودية أيضا أو الدولة السعودية أو الحكومة السعودية أرسلت رسائل قوية جدا للولايات المتحدة بأنها ستزيد عليها الأعباء الاقتصادية حسب الوثيقة المصربة اللي نشرتها الواشنطن بوث إذا استمرت الولايات المتحدة في امتقاد أو الهجوم على السعودية طبعا دي كلها رسائل متبادلة ذكر في هذه الوثيقة أنها كانت في إطار أحاديث الغرف المغلقة طبعا يعني المحلل القاصي والداني يعرف بدرجة كبيرة جدا أن العلاقات ليست كالمعتاد ما بين السعودية والولايات المتحدة هي طبعا علاقة استراتيجية قديمة النفط مقابل الحماية ولكن الذي حدث أن السعودية تعرضت لهجمات من الحوسيين أو من إيران أي أن كان يعني مصدر هذه الهجمات على المنشآت النفطية ولم تتحرك الإدارة الأمريكية كما توقعت السعودية في ذلك الحين أيضا في بعض القضايا العليقة في العلاقات ما بين الدولتين في حاجات الولايات المتحدة شايفة أن الدولة السعودية أو الحكومة السعودية يعني بتبعد عنها وبتحاول أن هي تبني شبكات علاقات خارج هذا التحالف الاستراتيجي بين الدولتين وفي المقابل في أشياء أو في قرارات أو سياسات أو مواقف بتتخذها الحكومة السعودية ترى الولايات المتحدة أنها في إطار المصالح المشتركة ما بين الدولتين يعني في حاجات مصدر يعني قلق او انزعاج من جانب الولايات المتحدة وفي حاجات تانية هي بتعتبر ان دي مصدر ايجابي في هذه العلاقات اولا الانفتاح ما بين السعودية والصين دي مسألة بتخلق الولايات المتحدة باعتبار ان الصين هي المنافس الرئيسي على المستوى الكوني للولايات المتحدة الصين خدت الكريدت ان هي عملت او راعت الاتفاق اعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين ايران والسعودية رغم ان دول كثيرة اشتغلت على هذا الملف قبل الصين يعني في رأي بعض المحللين الموضوع راح للصين جاهز لان العلاق اشتغلت على الموضوع ده ودول اخرى يعني وكان هناك رغبة متبادلة من الدولتين ايران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وتهدئة التوترات في المنطقة لكن طبعا اللي خد الكريدت واللي ظهر في الصورة او في الكادر هو مين هي الصين ايضا القمم المختلفة الخليجية الصينية والعربية الصينية والسعودية الصينية دي كلها حملت فرص ومشروعات اقتصادية واستثمارية عديدة هناك محط الطاقة النووية تريد او تسعى اليها المملكة السعودية عودة سوريا الى الجامعة العربية ودعوتها الى القمة العربية التي عقدت في السعودية الشهر الماضي ايضا كان مصدر ازعاج الولايات المتحدة مسألة النفط تخفيض انتاج النفط ايضا مصدر ازعاج بلينكين انتوني بلينكين وزير خارجية امريكا كان في السعودية والتقى بولي العهد الامير محمد بن سلمان قبل ان يصل كان هناك اعلان عن مسألة تخفيض انتاج النفط في الخريف المقبل يحني بعض كده المسائل التي لا تريح الولايات المتحدة لكن طبعا الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع المملكة العربية السعودية بوصفها حليفا استراتيجيا هي لعب اخليمي مهم السعودية الان الولايات المتحدة مع السعودية بتلعب دور في محاولة رأب الصدع في السودان وايقاف الاختتال ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ده احد الملفات اللي بيشتغلوا فيه مع بعض ايضا هناك رغبة في احلال السلام في اليمن وايقاف الحرب الولايات المتحدة تنظر بقدر من الاعجاب الى ما فعلته السعودية من مساعدة اوكرانيا ولسيما ان الرئيس الاوكراني زلينيسكي خاطب القمة العربي ايضا شراء مزيد من طائرات بوينج الامريكية بايدو كانت شر يعني احد اسرار سعادة الولايات المتحدة في علاقتها بالسعودية ولكن كما يقول المحللون الامريكيون ان السعادة الاجبر والتي تسعى اليها الولايات المتحدة هو اتفاق سلام ما بين السعودية واسرائيل تريد ان تنضم السعودية الى الاتفاقات الابراهيمية التي اطلقها الرئيس ترامب وضمت الامارات والبحرين والمغرب والسودان وكان في علاقات وثيقة يعني كان فيه مناورات عسكرية تمت ما بين اسرائيل والمغرب رئيس الكنيسة كان في المغرب علاقات تجارية واقتصادية والسياسية ما بين الامارات واسرائيل يعني الاتفاقات ماضية في طريق فهي تريد ايضا ان تكون السعودية طرفا اسين في هذه الاتفاقات ولكن كما يقول المحللون الامريكيون ان الموقف يعني القضية الفلسطينية حاضرة في السعودية ان السعودية وضعت الحديث حول القضية الفلسطينية ولديها ايضا مبادرة العربية الملك عبدالله اطلقها قبل كده مبادرة السلامة العربية فالسعودية طرف اساسي في مسألة القضية الفلسطينية ولسيما الملك سلمان لديه موقف في هذه القضية فإذن هذه المسألة قد تحتاج إلى وقت وترتبات وأيضا تحتاج إلى اتخاذ خطوات على أرض الواقع حتى تتحقق دائما أبدا بنرجع للسؤال الأساسي في هذا الموضوع يعني هو العلاقة الاستراتيجية المنتدة ما بين السعودية والولايات المتحدة يعني بتواجه يعني صعوبات جامعة لا تواجه صعوبات جامعة صحيح السعودية اتجهت إلى تنويع علاقاتها الاستراتيجية ولكن بالطبع ستظل هذه العلاقات قوية مش أنا اللي بقول كده المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمريكي جون كيربي قال من كم يوم السعودية شريك استراتيجي منذ سمانية عقود مضت وسوف تستمر كذلك لسمانية عقود أخرى قادمة اسمحوا لنا نخرج بفاصل ونعود للحديث حول شأن آخر إقليمي مهم وهو لبنان اشتركوا في القناة